موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخل الجديدة والتي سوف نجيب فيها بإذن الله تعالى عن بعض الأسئلة التي وصلتنا من المشاهدين والمتابعين الكرام السؤال الأول يقول صاحبه ما هي المشاريع الخارجية التي تستهدف الجزائر من حيث المبدأ لا توجد دولة عربية ودولة مسلمة غير مستهدفة بمشاريع خارجية والصراع الذي يحدث في العالم هو صراع مصالح ونفوذ ومنافسة هناك منافسة شرسة على مصادر الثروة والغاز والنفط في العالم والجزائر دولة غنية بالثروات وموقعها استراتيجي فهي مستهدفة منذ عام 1830 وما زالت مستهدفة وستبقى مستهدفة إلى زمن الأخر إذن هذا المنطلق أما الآن في هذه المرحلة فهناك مشاريع تتنافس على الجزائر بلا أن شك هناك المشروع الفرنسي تحديدا والذي أطلقنا عليه فيما سابقا أن اتفاقية فالدوغراس وهذا المشروع يتجدد في كل مرحلة ضمن إطار معين وكان في إطار منذ مرض بوتفليقة سمي في ذلك الوقت اتفاقية فالدوغراس والتي تم إسقاطها برحيل بوتفليقة والفضل لله ثم للشعب الجزائري الذي تحرك بوعي وثم أيضا تخندق المؤسسة العسكرية مع الجزائرين هذا تكلمنا عنه كثيرا هذا المشروع الفرنسي هو مشروع نفوذ بلا أدنى شك فرنسا لديها مشروع نفوذ في أفريقيا في المستعمرات السابقة تريد دائما أن تحافظ على الوصاية الجزائر للأسف الشديد ظلت على مدار عهود وعقود وهي تحت هذا النفوذ أحيانا تبلغ درجة كبيرة من الهيمنة أحيانا تتراجع والأمور بين شد ومد ولكن في الآونة الأخيرة حدث خلاف كبير حول هذا الأمر بين الجانب الفرنسي والجانب الجزائري وأنا قلت في تلك المرحلة بأن كل المؤشرات تقول أن الأمور لن تصل إلى قطع العلاقات ولا إلى هذا القبيل ولكن الأزمة قائمة والأمور غير غير ليست على ما يرام وطبعا فرنسا ستبقى تحاول هناك مصالح مشتركة بين البلدين لا يمكن القفز عليها هناك جالية جزائرية كبيرة هنا في فرنسا هناك اتفاقيات اقتصادية هناك الكثير الكثير كثير جدا وهناك أيضا الذاكرة التاريخية المثقلة بأوجاع كثيرة والمثقلة أيضا بجرائم ارتكبها المحتل الفرنسي بحق الجزائريين كعباد وبلاد وبحق ثرواتهم وبحق ممتلكاتهم وبحق بلدهم إذن هناك بلا أدنى شك مشروع فرنسي وهذا المشروع الفرنسي وصل في فرحة معينة خاصة في فترة حياة القيد الصالح إلى مرحلة كسر العظم ولكنه تراجع إلى حد ما حيث وضعت هناك أدركت فرنسا بلا أدنى شك بأن مرحلة كسر العظم ستضر بمصالحها وأدركت أيضا الجزائر أنه مسار التصعيد مع فرنسا لن يكون في صالح البلاد في ظل وضع مهترئ داخليا في ظل شبكات تمتلكها فرنسا في داخل الجزائر في ظل ملفات كثيرة وعميقة سيأتي اليوم الذي نتحدث فيه أيضا هناك مشروع ما يسمى الفوضى الخلاقة أو ما سمي بمشروع الربيع العربي الجزائر بلا أدنى شك أن ما صار الاحتجاجات والمظاهرات والثورة الشعبية ضد نظام حاكم لكن لم تشهدها تونس كما يروجون ولا شهدتها دول أخرى كثير عوجون أن الثورات شهدتها تونس وثورة اليسامين هذا كلام فارغ أول بلد ثارت فيه الاحتجاجات وأدت إلى تغييرات جذرية أصلا أو تغييرات كبيرة في الجزائر وانتقلت من مرحلة الحزب الواحد إلى مرحلة التعددية حدثت في الجزائر وكان ذلك في 5 أكتوبر 1988 عندما خرج الجزائريون إلى الشارع وقتل عدد كبير من الشباب بالرصاص الحي الذي أطلق عليهم لذلك أول ثورة شعبية في العالم العربي ضد وطالبت بالتغيير حدثت في الجزائر وبعد ذلك الجزائر دخلت في أتون حرب حرب دامية وإرهاب وجماعات مسلحة وهو الذي عاشته دول أخرى إذن الجزائر سبقت بهذه التجربة وظلت منذ ذلك الحين هي مستهدفة استهدفت بالتطرف والغلو استهدفت بجنرالات ما سمي جنرالات فرنسا الذين أدخلوا البلاد في دوامة عنف أيضا هناك متطرفين وغلات دينيا حرضوا الجزائريين على التكفير وكذا وكذا وبذلك التقى واحد لابس قميس ووضع لحية مع عسكري آخر لا يوالي جزائر للأسف جنرالات يوالون فرنسا وبتطرف هذا واستئصال ذاك دفع الجزائريون الثمن إذن وبعد ذلك عندما جاءت هذه المرحلة ظلت الجزائر هي مستهدفة وعندما تحرك الجزائريون تم إدراجها من طرف المحور وهذا المحور محور ما يسمي بالربيع العربي الذي تدعمه تركيا وتدعمه قطر بمالها وتركيا بنفوذها وعلاقاتها ووصايتها على تنظيمات معينة وفي مقدمتها تنظيم الإخوان المسلمين أيضا هناك من طرف الثالث هي إيران التي يريد الفوضى في العالم العربي في إطار ما سمي بتصدير الثورة الذي بدأته منذ سنوات طويلة والجزائر طبعا مستهدفة التركيا لديها نفوذها عن طريق جماعات الإخوان وأحزاب الإخوان الموجودة في الجزائر إيران لديها نفوذها أيضا من خلال المتشيعين الجزائريين الذين صاروا يعدون بالألاف ويترددون على قم والنجف ويترددون على السفارة الإيرانية والكل يعرفهم ويعرفهم من سماهم وخاصة في ظل الدبلوماسي السابق الملحق الثقافي السابق أمير موسوي الذي أدى ما عليه وصنع شبكات سيكون ضررها مستقبلا على أمن الجزائر واستقراري إذن هناك المشروع الفوضى الهلاكة عندما تخندقت المؤسسة العسكرية مع الشعب وفوتت فرصة المواجهة بين الجزائريين إن فيما بينهم عبر المدنيين والعسكريين أو الحركيين والعسكريين إن انتفضت هذه الجهات ورأت بأن الأمور ستفلت كانوا يريدون الجزائر أن تكون في فوضى ودماء أو أن يحكمها من تريدهم هذه الجهات عندما سحبت الأوراق من أيدي هؤلاء الذين كانوا يحرضون من لندن ومن غيرها وطبعا كثيرهم تم تجنيدهم من طرف هذه الجهات من طرف جهات ما سمي بثورات وما سمي بالفوضى الهلاكة التي يسميها المحافظون الجدد الفوضى الخلاقة تم الآن التحريض بكل ما يتم فالهدف الأساسي هو صناعة مواجهة ما بين الجيش والشعب كما حدث في دول أخرى هذه المواجهة عندما كان الجيش ذكي إلى الغاية والشعب مسالم إلى الغاية وتم تفويت الفرصة رغم اندساس بعض الأطراف هنا وهناك هناك كانوا جنرالات كانوا يريدون جنرالات وأيضا حتى من الطبقة السياسية كانت تريد استعادة زمام الأمور في الجيش وزج به في مواجهة الشعب فتم تفويت الفرصة من طرف قيادة الأركان على هؤلاء أيضا الشعب كمدسون وغلات كانوا يريدون أيضا تصدر المشهد الحراكي حتى يدفعوا إلى المواجهة عندما أفلتت من الأمور بسبب الحرص الأمني والحرص السلمي والحرص من طرف القيادات العسكرية ومن طرف الذين تولوا زمام الأمور في تلك المرحلة أرحل ما زال هناك هذا الرهان مجددا ويجري بكل قوة من أجل استعادة هذا الأمل إذن هناك مشروع آخر سموه مشروع الفوضى الهلاكة الذي لا زال يستهدف الجزائر ويريدون أن يغرق الجزائر إما في الدم أو يحكم هؤلاء الذين سيجعلون الجزائر تحت وصاية هما سمي بالدول التي ترعى الربيع العربي في إطار مشروعها التمددي والحمد لله أن الجزائر وقياداتها العسكرية كانت ذكية جدا ففوتت الفرصة على هؤلاء والحقيقة أن الجيش الجزائري وقيادته كانت ذكية جدا فلم تقع في الفقه كما وقع الجيش السوري الذي تمكن هؤلاء إلى جره في مواجهة دامية وقتل وإبادة للسوريين وغرق النظام وغرقت الدولة وغرق الجيش وتفكك وأصبح ميليشيات الجيش الجزائري كان ذكيا للغاية وتعامل بحكمة وما زال البرنامج متواصل وإن كانت فقدوا أوراقه أوراق كثيرة في الجانب الشعبي وفقدوا أوراق في الجانب العسكري وإلا أن الإصرار والإحاح على هذا المسار ما زال قائمة ويرتفع يوما بعد يوم وأتمنى من الجزائريين أن لا يقعوا في هذا الفخ لأن هذا الطريق لن يحقق التغيير الذي ينشدون بل سيحقق التدمير الذي ينشده غيره حقيقة هذا أن سؤالنا هذا حول المشاريع هذه طويل فيه كثير من التفصيلات سنعود إليه في حديث آخر بإذن الله تعالى السؤال الآخر هل سيجري تغيير حكومي في الجزائر؟ ربما سيجري المعلومات المتوفرة لدي تقول بأن هناك احتمالات فمنذ تم تعيين وتكليف عبد العزيز جراد برئاسة الحكومة حدثت تغيير الذي حدثت عدة أمور كما تدركون وربما سيحدث تغيير وزراء أو حتى ربما سيحدث تغيير أصلا حتى في رئاسة الحكومة وما خاصة بعد استقبال رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تابون إلى وفد من مبادرة الإصلاح وزر الحديث على كل الاقتراحات أعتقد أن هناك اقتراحات قدمت فيما يخص إصلاح منظومة الحكم وفيما يخص الكثير من الأمور وأعتقد أن تطورات الوضع في ظل كورونا في ظل الدخول الاجتماعي القادم الذي سيشكل تحديا للحكومة في ظل كثير من التحديات أعتقد أن الحكومة في نظري وفي تقطيري سيحدث فيها تغيير لا ليست لدي معلومات عن الموعد وإنما المعطيات كلها تتحدث على أن الواقع سيفرض نفسه على التغيير خاصة في ظل وجود بعض الوزراء أثبتوا بالحقيقة أن أثبتوا فشلهم وعدم حضوره لأن هذه المرحلة تحتاج إلى وزراء أكثر حركة وأكثر روح المسئولية تتمتعون بروح المسئولية فالتحديات في كل القطاعات الكبيرة والوضع بأبنى شك معقد خاصة في ظل هذه الجائحة التي ضربت الاقتصاد العالمي وهدت الكثير من الدول التي تتمتع باقتصاد فعال فضلا عن اقتصاد بلد مثل اقتصاد الجزائر الذي ينبني على ريع النفط ونحن ندرك تماما كيف وصل حال أسعار النفط أنا في تقديري ستحدث هناك تغييرات وأنا أشجع مثل هذه التغييرات هناك بعض الوزراء الأفضل للحكومة أو الأفضل للرئيس سيد الرئيس الجمهورية أن يقدم على تغييرهم وأنا أرى بأنه يجب أن يكون هناك تغيير إرفاء عدد من الوزراء لا شك أن حضورهم لم يكن في المستوى المطلوب فالمرحلة صعبة والتحديات معقدة وتحتاج إلى وزراء أكثر حراكا وأكثر فعالية وأكثر حزما وحسما في كثير منهم السؤال الثالث كيف تنظر إلى الدعوات لعودة الحراك الشعبي بالنسبة إلى الدعوة لعودة الحراك الشعبي يجب أن ننطلق من منطلق معين أولا أن الحراك الشعبي لم يبقى الحراك الشعبي الذي كان في فيبري 2019 هذا حراك جديد وإن كان رموزه وواجهاته وعدد كثير من الواجهات كانت في ذلك الوقت كانت موجودة وبينها من ناضلت قبل الحراك الشعبي وكانت معارضة فاستمرار الحراك الشعبي لأن الجزائريين انطلقوا في حراكهم بأجل أهداف معينة واضحة في ذلك الوقت هناك الكثير عادوا إلى بيوتهم قناعة بأن التغيير لأنهم أسقطوا العهد الخامسة شاهدوا وزراء وعصابة بوتفليقة في السجن فعادوا إلى بيوتهم عن قناعة أن الأمر تحقق وينتظرون إحداث التغيير ببطء وفي جو عام يتسم بالهدوء وغيره هناك من عادوا إلى بيوتهم حذراً لم يقتنعوا بما حدث يدركون تماماً أن الكثير من الأهداف لم تتحقق ولكن راهنوا على العودة إلى بيوتهم خوفاً من إنزلاق الأمور إلى ما لا تحمد هناك من التحق مجدداً بالمشهد لغايات أخرى وهناك أيضاً من أصلاً دخولهم في هذا الحراك لم يكن للأهداف التي رفعها الجزائريون بل قد اندسوا أو دخلوا في الصف الجزائري في صف الحراك الجزائري من أجل استغلال إيجاد موطئ قدم لهم من أجل الاستمرار في أهداف هي الأهداف أصلاً كانت مسطرة من قبل خلال أزمة التسعينات وهناك أيضاً من ينتمون إلى ما سميت بمشروع الفوضى الهلاكة الذين يستغلون تطورات الأمور كي يبقوا دائماً يتماهون مع الأحداث حتى يصلون إلى أهدافهم أعتقد بأن الذين هناك من يدعو في أغلبيتهم هم الذين ينتمون إلى هذا المشروع مشروع الفوضى الهلاكة أو الذي يطلقون عليه مشروع الربيع العربي وثورات التغيير الجذرية وما إلى ذلك من هذا الأمور هؤلاء الذين يطالبون الآن بالعودة إلى الشارع تحت مسمى الحراك حتى عودتهم إلى الشارع ليست الحراك الشعبي لأنها بقيت هناك أقلية ونحن نشاهدنا خروج مظاهرات وكذا وكذا وهي فيها أقليات ويجري تصويرها بطريقة ذكية من أجل إبراز أنها الأغلبي أنها كثير وأن الشعب الجزائري لا الشعب الجزائري ليس من يخرج إلى الشارع الآن الشعب الجزائري رهم فاتوا ربعين مليون وتقريباً نحو عشرين مليون هيئة ناخبة والذي يخرجوا في الشارع يعدون بالعشرات والمئات والألاف وقل حتى عشرات الألاف فتبقوا دائماً هم جزء من الشعب الجزائري وليسوا كل الشعب الجزائري إذن الدعوة إلى عودة الحراك في ظل هذه الظروف في ظل هذه الجائحة جائحة كورونا وفي ظل الوضع الاجتماعي الأصلاً الذي كان متدهور منذ عهد بوتفليقة والرئيس تبون استلم وضع سيء جداً للغاية حقيقةً وضع سيء للغاية وزادت عليه جائحة كورونا التي ساهمت مساهمة فعالة في إضرار بالوضع الاجتماعي الجزائري كما حدث في دول لديها اقتصاد قوي وساهمت كورونا أو ساهم وباء كورونا في الإضرار بالوضع الاجتماعي للمواطنين إذن هم يستغلون كل هذه الظروف فقط من عودة إلى الشرع الأواقع لم يكن في صالحهم جزائريون نسبة كبيرة عادت نسبة كبيرة تنظر إلى الحراك الذي بقي ليس هو حراكهم الشعبي بل حراك آخر لديه أهداف معينة ولكنه فقط يستغل هذا الاسم لذلك أرى أن الذين يعودون إلى الشرع ليس الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير بل حراك آخر مجموعة من الجزائريين أو نسبة من الجزائريين لديها أهداف أخرى غير التي كانت تتماعها مع أهداف عموم الجزائريين في المرحلة السابقة وهم يريدون ويسرون على الوصول إلى أنا أرى بأن العودة إلى الشارع في هذه المرحلة فيه ذرر أكبر من نفسه الذين نصبوا الفخ في 22 فبراير وفي تلك المرحلة وفي ظل الموجات العارمة من الجزائريين التي خرجت إلى الشارع لم يفلحوا في تحقيق هذا الهدف الآن إذا أخرجوا الجزائريين سيفلحون في تحقيق أهدافهم والزج بالجزائريين في فوضى ومواجهة لأنهم يريدون مواجهة ما بين الدولة والشعب بين العسكر والأمن والشعب فإن حققوا أهدافهم هم يريدون يخرجوا الجزائريين إذا استطاعوا إسقاط النظام وتولهم السلطة يا دار ما دخلك شر وإذا لم يتمكنوا من ذلك وحدثت مواجهة وسقط الجزائريون لا قدر الله في مواجهات سيتاجرون بدماء الجزائريين في محافل ونحن شفناهم في مرحلة معينة لم تعد لديهم ماذا سيفعلون فصاروا يختلقون الأخبار والأكاذيب وحدث كذا وحدث كذا والتعذيب في السجون كذا وكثير من القصص فبركوها فقط حتى يكون لهم حضور هؤلاء الذين يحرضونكم في كل الأحوال هو عايش في الخارج فاتح صفحات وحسابات في اليوتيوب كل حضور له إعلامي ره يدخل في الفلوس ووس من اليوتيوب على الإشهار الذي يمر على قناته والألاف ومئات الألاف الذين يتابعون هنا أيضا يجمع تبرعات تحت مسميات مختلفة هو مستفيد مدي مستفيد مدي نجالس في بيته يروح يقضي في الإجازات على البحر أحر ويخرج ويتشمس على البحر ويقول أيها الجزائريين أخرجوا وفعلوا حتى نحرركم من العصابة وهو في فندق خمس نجوم يقضي ربما تحت حتى حماية أمنية من أطراف المعين نأجزم لكم حتى لو وصل هؤلاء إلى الحكم وتسلموا السلطة ما فعلوا شيء سيبقوا يبررون هناك ثورة مضادة وهناك محاولات إجهاد هناك الإمارات تتآمر علينا هناك السعودية تتآمر علينا وهناك بينهم من يقول هناك قطر تتآمر علينا ويكثرون من هذا الضجيج حتى يبررون فشلهم فقط الوضع معقد يا جماعة قد نطالب بأشياء ونصر عليها ولكن لو تولينا المسؤولية ربما لن نحقق ما يحققه تبون وتقيمه هذه الحقيقة يجب أن نتعامل بالواقعية وهذا ليس دفاعا وهذا ليس دفاعا عن الرئيس تبون أنا أقول أن هناك كثير من النقائص وهناك الكثير من المؤاخذات وهناك كثير من الأمور نطالب بتحسينها وتعديلها وتغييرها تغييرها وهذه الحقيقة هذه اللي يجب ولكن ندرك تماما أن مثل هذه الأمور لا تأتي أولا في ظل فوضى وثانيا لا يمكن أن تأتي سريعا لأن القضية أعمق لأنه لو يملك أحدنا المعطيات التي موجودة عند الدولة على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي سيدرك أن الأمور أعقد من أنك تجلس عمام تفتح البث المباشر على الفيسبوك وتحكي 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 وتفعله كذا وجدتني كذا وجدتني كذا ولا يوجد أي دليل الدليل الوحيد الذي تقدمه كإثبات على استقيد أنك لديك الكثير من المتابعين عزيزي ليست فوقراس كريشا جيد قل لي راهوا فلان يحدث كذا أو يحدث كذا نصدقها عليكم الليوها الجزائرين ألا تصدقوا كل ما يقال ألا تصدقوا شيئا صدق الواقع تبعك إذا كانت شايف ظروفك ظروفك الاجتماعية إذا كانت شايف تغيير المشكلة فقط في الرئيس تبون والله يراني معاك هراني يكون معاك ولكن يا جماعة الخير المشكلة ليست هنا فقط المجتمع يحتاج إلى تغيير المنظومة الطربوية تحتاج إلى تغيير عشرين سنة أو عقدين من الزمن من حكم بتفليخة خرجتنا جيل يا ساتر يا رب يعني حتى تغيير هذا الجيل يحتاج إلى وقت كبير من ذلك أنا شخصيا لاحظ أن هناك إرادة سياسية لدى الرئيس تبون في إحداث هذا التغيير وحقيقة وحتى المؤسسة العسكرية لاحظنا كيف بذلت وكيف عملت وكيف وكيف تطهر في نفسها بنفسها إلى هذه الفطرة ولكن الأمر يحتاج إلى وقت يحتاج إلى التعاون الجميع أما أنك تريد بضربه بصرعه فلا يمكن أن يتحق هذا هذا الذي يقول لك عود أخرج من جديد إلى الشارع ولا حل لك إلا عودة الحراك الشعبي مجدداً وبهذه القوة هو يريد فقط أن يحقق ما فشل فيه وأجزم لكم أن أن الإنصياع وراء هذه الأصوات الناعقة هي مؤدية إلى التهلكة فقط فلا تتحول أيها الجزائريون إلى مجرد بضاعة يتاجر بكم في المحافل إلى أن تتحولوا بلادكم إلى قضية يصير يجلس عليها التركي والإيراني والروسي والفرنسي ويلتقوا في الخارج ويتفاوضوا على ما تسمى أزمة الجزائر ونحن نشفناهم الآن يجلسوا ويناقشوا في الملف السوري لا حاضر معارضة سورية لا حاضر النظام السوري ولا أي شيء بل يجلس التركي والإيراني والروسي يتفاوضون ويحددوا على مصير سوري وهذا ليس تخويفا وهذا ليس تخويفا ولا نحتاج إلى التجربة الفلانية أو العلنية حتى نتعذ عشناها في الجزائر وصاروا يلتقوا في سنتي جديو ويلتقوا في دول أخرى ليتفاوضوا على الجزائر ومن يشكون لي كان يموت ليس هؤلاء الذين كانوا في الخارج آرش في أمان اللي كان يموت هو العسكري المسكين فيهم اللي أدي في الخدمة الوطنية والمواطن الجزائري المسكين لذلك أقول لك إخواني أيها الجزائريون الكرام أن التغيير يحتاج إلى جهود أخرى إلى خلق جو عام لنجاح التجربة الرئيس لديه عهدة انتخابية وعد بوعود نتابعه نطالب نناظل إذا دار شيء نقوله هذا فيه الغلط وهذا فيه الصواب ونلح ونطالب حتى تحقق المطالب وإذا لم يتحق جاي انتخابات أخرى ونخرج جميعا وننتخب مجددا مجددا وننتخب رئيس آخر الذي لديه مشروع آخر سيترشح جزائريون وترشح كثير من الأطراف هكذا نسير في آلية ضامنة للتغيير وضامنة للسلم المدني وضامنة وحافظة للأمن القومي الجزائري أنا أرى بالمختصر المفيد أن الدعوات إلى العودة مجددا إلى الشارع هي دعوة غير مسؤولة يراد منها فقط الضغط أو استغلال الظروف من أجل خلق الفوضى وليس من أجل إحداث التغيير الوقت غير مناسب من حيث الظروف التي تمر بها الجزائر الظروف الإقليمية أيضا في المنطقة أيضا الظروف الدولية في ظل جائحة كورونا في ظل كل هذه الأمور أعتقد بأن الدعوات مجددا إلى الخروج إلى الشارع آرع للتظاهر والإحتجاجات وليس للحراك الشعبي لأن الحراك الشعبي عربي ليس حكرا على مجموعة معينة بل أن هذا عنوان بارز ملك لكل الجزائريين ولا يمكن استعماله من طرف مجموعة أخرى هناك آليات يمكن أن نطالب بها بالتحقيق الكثير من النقائص وكثير من المطالب كما قلت لم تتحقق ولكن هناك آليات على الدولة أن تراعيها على الدولة الجزائرية وعلى الرئيس تبون أن يتحرك من أجل سحب هذه الأوراق التي تستعمل وقد تؤدي إلى انزلاق الأمور أيضا بالمختصر المفيد أرى بأن الدعوات هذه للعودة الاحتيجاجات في ظل هذه الظروف غير مفيدة وغير نافعة ومضرة مضرة ليست فقط للدولة بل أيضا مضرة بصمعة الحراك الشعبي لأنه سيظهر لدى عموم الجزائريين إن أنه مجرد فوضى مجرد تهور وليس عمل تغيير حقيقي يهدف إلى تحقيق المكاسب أرى بأن الفكرة العودة إلى التغيير الحراك أو عودة إلى الاحتجاجات يجب أن تكون مؤجلة مطلقا وعندما تعود تعود في وقتها المناسب وفي ظل ظروف أفضل بكثير إذا اقتضى الأمر حتى عندما يقتضي الأمر وتظهر حيثيات القوية التي تفرض على الجزائريين أن يخرجوا وأن يتظاهروا على الأقل تكون هناك مشروعية وقد تساهم في خلوز كل الجزائريين أما أنك تتحولها إلى بعبارة عن بضاعة يستعملها فلان وعلان من أجل تصفية هو يصف في حساباته الشخصية وأنت أيها الجزائري تنساق خلفه ولا تدري إلى أين يريد الذهاب منك فهذا غلط كبير أمر آخر على الدولة الجزائرية وعلى الرئيس تبون أن يتحمل مسئلياتهم أن يحدثوا القطيعة مع نظام بتفريقة قطيعة فعلية تتجلى في كثير من القرارات لأن الوضع ما زال ملتهب الجزائري لا يملك كل الثقة في مؤسسات الدولة يجب أيضا نحن الآن في جائحة كورونا غير مناسبة أجلت كثير من الأمور ولكن يجب الحرص على إحداث القطيعة تتمثل في إعادة انتخابات مؤسسات الدولة البرلمان ومثل هذه الأمور أيضا الدستور وكثير واختيار الكفاءات الحقيقية التي ستعمل بصدق وبروح المسئولية من أجل إحداث هذه القطيعة وإحداث التغيير والجمهورية الجديدة التي يريدها الجزائريون بل في النهاية أقول حذاري أيها الجزائريون لا تنساقوا إلى كل من هب ودب فالأمور ليست كما يصورها لكم هؤلاء هي أعقد بكثير داخليا وخارجيا السؤال الآخر وصلنا من الأصدقاء يقول ما تعليقك عن سجناء الرأي في الجزائر؟ بالمختصر المفيد أن أي إنسان أعطى وجهة نظر معينة أو أعطى موقف معين نظره في السلطة وجهة نظره في الحكومة انتقاداته أو حتى عبر عن تذمره من عدم تغيير تحقيق هذا التغيير هذا يعتبر سجين رأي ومتابعته قضائيا وينوزج به في السجن أمر خاطئ كبير بل هي أوراق تعطى إلى المتربسين على طبق المدام أما أنه آخر هو في ظاهره أنه يتكلم عن حرية التعبير والرأي وهو متخندق في أطر ويتواصل مع جهات وثبتت عليها أشياء أخرى تتنافى مع القانون ويعاقب عليها القانون أنا أعتقد بأن هذا إذا توبع قضائيا فلا حرج على ذلك فليس كل من يعبر عن رأيه القضية تتوقف فقط على قضية رأي بل هناك من دخلوا في أجندات وربما يقومون الكثيرون مندفعون بسبب تأثيرات وسائل إعلام وتأثيرات شبكة التواصل الاجتماعي ويتباك على فلان وعلان وعندما تجلس معه وتسألوا هل رأيت ملفه؟ هل رأيت الاتهامات التي وجهت إليه؟ هل لديك معطيات يقولك لا أنا هذا شايف في مظاهرات؟ يا أخي كاين ليظهر في مظاهرات ويقوم بأشياء أخرى لا تعلمها ويعاقب عليها القانون إذا أردنا أن نبني دولة القانون حقيقة وتحاسب العصابة ويحاسب كل الأطراف يجب علينا أن يكون القانون على الجميع ولكن هناك مشكلة أساسية تأعود بسبب الحقيقي إلى عدم الثقة في الدولة التي حدثت بسبب العهود السابقة لأن الآن الأولوية للرئيس ومؤسسات الدولة هي استرجاع هذه الثقة عندما تسترجع الدولة الثقة فلن يستمع الجزائريون إلى فلان وعلان وهذه استرجاع الثقة يأتي عن طريق ممارسات عن طريق ممارسات اختيار الأشخاص القطيع مع النظام نظام متفليقة الشفافية الشفافية الإعلامية وللأسف الشديد أني ألاحظ أن الجانب الإعلامي الجانب الإعلامي ما زال كارثي في مؤسسات الدولة وحتى في رئاسة الجمهورية لم يصل إلى مستوى هذه المرحلة لأنه تم اختيار أن الناس ما زالوا تربوا في المدرسة البتفليقية وما قبلها لا يؤمنون بحقيقة الشفافية وبحقيقة كسب ثقة المواطن ليست المشكلة يجب أن تفهم أيها المسؤول أنك عندما يحدث لك شيء راح يخرج بطرق أخرى ونحن في زمن التواصل الاجتماعي عندما أنت لا توصلها بالطريقة تعطي أنت المعلومة بالطريقة وتأتي من عندك وتعطيها بالطريقة التي تنفع ستخرج بطرق أخرى وتصل إلى كل الجزائريين وبطريقة لا تنفع وفي هذه الحالة أنت تفقد ثقة يفقد الجزائريون ثقة فيك والأمر الثاني أنه لم يعد يستمع لك الجزائري أصلا لذلك أي حدث أو مهم أو على الأقل رئاسة الجمهورية ما تخلي لي فطرة طويلة إلا إذا عقد مجلس الوزراء من المفروض الناطق الرسمي باسم الحكومة من المفروض على الأقل كل يومين أو ثلاثة أيام ندوة صحفية يواجه فيها الصحفيين بشفافية اتركوا الصحفيين يسألون كما يريدون واشي يخطر في ذهنه خليه يسأل وأنت جاوبه لأنه الصحفي هو الذي ينقلك نبض الشارع ولكن عندما يتم اختيار صحفيين بطرق ما والصحفي يصير متردد لا يطرح السؤال إلا السؤال الذي يرضي هذا المسؤول في هذه الحالة عندما يجل جزائري أمام التلفزيون ويشاهد وزير الاتصال وناطق الرسم بالحكومة أو المسؤول الإعلام في رئاسة الجمهورية وهو يتحدث لغة خشب حقيقية والأسئلة من لغة الخشب فأعتقد أن الجزائري هذا دائما متعطش إلى المعلومة في ظل ثورة المعلومات الموجودة في شبكات تواصل الاجتماعي سيتحول إلى وعاء للخلاطين الذين يعطونه المعلومات التي يريدون لذلك يجب أن يحدث هناك هذا التغيير الحقيقي هذا التغيير الحقيقي أيقي كسب ثقة المواطن أهم من كل الأمور لذلك إخواني أنا قلت بأنه من ثبتت عليه التواصل مع أجهزة تواصل مع سفارات تواصل مع أشياء أخرى يعاقب عليه القانون يجب أن يحاسب أمر آخر في قضايا السجن في قضايا الاعتقالات في قضايا ملفات المساجد المشكلة أنه النيابة العامة أو الجهة الرسمية في الدولة والقضاء لا يمكن أن يعطي معلومات مسك فلان واستجوبوا وسمعوا ربما اعترفوا بأشياء وواجهوا بأدلة وبعد ذلك أرسله للقضاء القضاء لا يمكن أنه ملف شخص ملف شخص والملف لديه حرمته الملف القضاء لديه حرمته لا يمكن أن يعطيك المعلومة لكن محامي محامي الضحية أو المتهم المحامي المتهم مثلا يتجده يوميا هو شبكة تواصل الاجتماعي يعطي المعلومات وفق ما يخدم أجندته من وفقه هو يريد أن يظل هذا المتهم هو مجرد سجين رأي لذلك يعطي المعلومات التي لا تخرج على هذا الإطار لذلك أنا أرى بأنه الدولة الجزائرية عندما يكون قضية شخص موقوف على ذمة التحقيق وقضيته صارت قضية رأي العام لا توجد إشكالية أنك توضح للجزائرية حقيقة الأمر لا توجد إشكالية يجب أن تكون هذه وضح كذا وكذا 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 وإذا كان فيه محامي فيه محامي يروح للإعلام وشبكة تواصل ويكذب على الملف هنا يجب نقابة المحامين أن تتخذ ضده موقف فإما أن يعطي المعلومة الصحيحة أو لا يعطي أو على الأقل يقول هذه القضية لكن كثير من المحامين تجار يريدون الشهرة لأنه إذا ظهر في وسائل الإعلام يوميا وظهر في وسائل ستدر عليه القضايا القضايا كثير من المسجين وأنا كنت في السجن يتم اختيارهم من خلال ظهورهم في التلفزيون وخير ما يقرؤون على الجلائد يقول لك المحامي فلانا يتكلم الجلائد إذن رهما شهور إذن عنده علاقات سيخرجني من هذه القضية فهذه الشهرة تدر على المحامي الأموال لذلك يتنافسون على القضايا الشهرة لذلك أنا أرى بأنه أنا لا أملك كل ملفات الناس بلا أدنى شك أنه هناك اللي في ظهرهم قضايا رأي ربما فيها أشياء أخرى خلف هذا الرأي ولكن هناك أيضا من قضاياهم قضايا رأي بمعنى الكلمة وهذه الحالات يجب الإفراج عنه ولاحظنا إفراج على عدد من الموقوفين والمسجونين ولا تمنى المزيد أي ناشد السلطات الجزائرية أي مسجون إن قضية تتعلق فقط برأيه فيما يخص الحراك الشعبي فيما يخص هذه المرحلة أطلقوا صراح وخليه تتابع قضيته من الخارج وأنا أدرك تماما بأن القضية الآن هي قضية بحث على ملفات من أجل الضغط على السلطات فلا تعطوهم أنتم هذه الملفات أيضا هناك مسجين آخرين أبرياء لفقت لهم تهم حتى من عهد العصابة ونذكر في هذا السياق عبد السميع عبد الحي الذي لديه ملف منذ سنين طويلة إلى منذ سبع سنوات تقريبا وقضاء أكثر من سنتين في السجن وخرج وتم طي الملف وهي كانت قضية ملفقة من طرف سعيد بوتفريق ولكن بعد ذلك حتى أنه عبد السميع عبد الحي كان هنا ولما تم استدعاءه كلمني وتكلمت والتقيت معاه وتحدثنا فقال لي أنا لا عندي مشكلة أنا أدرك تماما عندما برمجت قضية ريح الروح ووخ وأنا أدرك ولدي ثقة في وعود الرئيس الجمهورية وفي المرحلة الجديدة سأعود براءه ولكن فجأة يحكم عليه بثلاث سنوات وبعد ذلك يستأنف ويثبت الحكم ويقضي عبد السميع عبد الحي الآن في ديسمبر بإذن الله تعالى سيغادر السجن يقضي كل هذه الفطرة هو في السجن في قضية ملفقة من عهد مثل هذه الأمور ستسيء للدولة الجزائرية ستسيء وستستغل أكثر مما يمكن تخيله لذلك من المفروض هذه القضايا التي صنعتها العصابة من المفروض تكون حضور أو يغلق تغلق هذه الملفات فقد نحن دخلنا مرحلة جديدة أنا أقول بأنه الناس الذين يركزون على قضايا حرية الرئيم بل أنه هناك من يحرك حتى أشخاص في الداخل ليرفعوا من صقف انتقاداتهم وصقف مواجهتهم مع المؤسسات الدولة حتى يسجنوا حتى تكون لديهم ملفات يذهبون بها إلى المنظمات الدولية من أجل الإعلام من أجل الضغط على الجزائر أنا أرى يجب على الدولة الجزائرية أن تتحرك أرى جيدا ومن لديه رأي فقط عليه أن يعود إلى بيتي ومن لديه ملفات صارح الجزائريين أنت الدولة الجزائرية لم تشهر بأحد أنتم من شهرت بوكلكم وأنتم من شهرت بعفوسكم على الدولة الجزائرية أنطعت المعلومات الصحيحة فبمثل هذه الأمور ستكون الجزائر تستعيد العهد الجديد يستعيد الثقة رويدا رويدا ونصل إلى مرحلة يكون هناك عامل ثقة فالدولة إذا وعدت بشيء أوفت والشعب إذا طالب بشيء مشروع وقانون يجد السؤال الآخر هل لديك معلومات عن العصابة في سجون الجزائر حقيقة أن الكثير من المعلومات يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي من فلان وعلان المعلومات المتناثرة هنا هناك لا يمكن حصرها وما أسهل أن يجلس أحدنا الآن ويقول جاتني معلومات وكذا 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 وقد يفبرك حتى المعلومات وكلها من أجل كسب متابعين وكسب جمهور في هذا الجانب أنا الحقيقة أمتلك بعض المعلومات وليس كثيرة جدا أنا أحاول وهذا هذه الروح الصحفية موجودة فينا نحاول أن نصل إلى معلومات نتواصل مع الناس نعرفهم نحاول عبر العلاقات أن نصل إلى معلومات إذا وجدنا معلومات تفيد نقدمها وإذا وجدنا حتى معلومات وحتى نكون لدينا دراية بأنها صحيحة ونرى بأنه لا توجد مصلحة بل أنه ضررها أكثر من نفع نفضل أن نصمت عليها وخليها تخرج من غيرنا ولا نتحمل مسؤوليتها أمام الله ثم أمام الشاب معلوماتي تقول أن أويحيا أويحيا ما زال لديه أمل يراهن على الفوضى في البلاد يراهن على أنه ينفجر الشارع من جديد بالمختصر المفيد أن أويحيا في هذه المرحلة صار يراهن على عودة الاحتجاجات إلى الشارع ضد الرئيس عبد المجلد تبون ويقول بأن هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أن توقف الملفات وتوقف القضايا وإذا اختلطت الأمور تدركون ماذا سيحدث وأيضا هناك معلومات تقول أنه صار شديد الغضب جدا 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 إلى أبعد الحدود بسبب الظروف التي يمر بها وبسبب عائلته وهو في أسوأ حال تخيلوا شخص كان يطمح أن يكون رئيس الجمهورية وخليفة بوتفليقة كان يملك سلطة القرار وفجأة حتى زوجته وولاده ما يشوفه بالنسبة إلى عمار غول المعلومات التي توفرت لدي أنه يوميا وهو يكتب في مراسلات مرت للنايب العام مرت إلى وزير العدل مرت إلى حتى وجه حتى رسائل إلى الحكومة إلى الحكومة وإلى مسؤولين إن يطالب فيها بالنظر بالنظر في قضيته وأنه على استعداد تام التعامل مع السلطات من أجل يعطيهم كل المعلومات التي لديه في خصوص العصابة وخصوص الأموال التي هربت وخصوص بعض المسؤولين ويظهر كأنه يريد أيضا التبليغ عن آخرين غير موجودين في السجون هم خارج السجن ويحاول دائما أنه يستعطف السلطات الجزائرية وأنه عنصر صالح وأنه يريد أن يقدم لهم ما ينفع البلاد والعباد أحيانا أحيانا يختلق بنفسه ووصل الأمر إلى أنه يبكي مرات يعني حدثت له عراق حتى باشتباكات بالأياد في الفترة الماضية القائد أفترة السابقة اشتباك بالأياد مع عمارة بن يونس وكثير من هذه الأمور تحدث وتم جأخذوهم حتى الديتونسيون واستمع إليهم المدير مدير السجن وما مثل هذه الأمور هناك مشاكل فيما بينهم وكل واحد يحاول أن يغرق الآخر حتى ينجو بنفسه أما بالنسبة إلى طليبة النائب السابق وأحد الذين كانوا أشرص المدافعين عن بوتفليقة وأذكر في هذا السياق أنني كتبت له يوما عندما وصلتني قضايا تتعلق بفساده رسلته وقلت له أنه وصلتني معلومات حول الفسادك فأرد علي بكلمة مختصرة شكرا أخي الكريم وشاءت أمرت الأيام وهو يوسجان وهو في السجن وهو الآن يقول لهم بأنني مستعد أن أتنازل عن كل ممتلكاتي مقابل حريتي يتركوني أني أغادر وأغادر إلى الخارج وهو يملك الكثير طبعا وتعرفون هذا الرجل بالنسبة لمحمد جميعي المحمد جميعي الذي كان نائب في البرلمان وصل حتى لدرجة أمين عام الجبهة التحريض الوطني المشكلة أنه في حالة معنوية منهارة يختلي بنفسه ويبكي كثيرا زوجته الثانية معه في السجن طبعا ما شو معه في زنزانة هي في جناح النساء يعاني معاناة معنوية قاسية تخيلوا هذا الرجل في فطرة معينة كان يرى نفسه بأن تبسة ولاية تبسة التي أنحضر منها هي ملكة كان إمبراطور بمعنى الكريم وكان يطمح أن يكون مسؤولا والحقيقة أنه وما زال لديه أمل ويعول ويطالب إخوانه وعائلته بضرورة العمل والاتصال بكل الجهات حتى تنتهي محنته ويعود إلى بيته صار يقولهم لا أريد سلطة ولا أريد برلمان ولا أريد جاه فقط أعود إلى بيتي وأعيش في صمت بل أنه هذا ما رسل به بعض الجهات وأرسله إلى بعض الأشخاص يطالب فقط أن يعود إلى بيته ويصمت للأبد ولم يظهر لا في الإعلام ولا في السياسة ولا في برلمان ولا في شيء بالنسبة لعبد المالك سلال منهار نفسيا إلى أبعد الحدود ودائما يبكي وناس يصبروه وكذا وكذا ودائما يقولهم هلكنا وانتهينا وكذا 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 من هذا القبيل سلال منهار معنويا ويبكي وكذا وكذا ويعاني وصار يعاني من أمراض مثل يحيى الذي يعاني بدوره من أمراض فصار معنوياته منهارة تماما ولم يعود له أي أمل حتى لما يقولونه بأنه مربما يتعاود ينفجر الشارع من جديد وتبطر السلطة أنهج يتحورنا نأخذ براء قالهم خلاص أمرنا انتهى بالنسبة إلى هنا أذكر في هذا السياق المساعد الأول بنويرا الذي تم استلامه من تركيا هذا الشخص لما تم سماعه في المحاضر لدى الجهات المختصة ثم لدى القضاء قدم معلومات خطيرة جدا عن شبكات وعن الجهات التي تواصل معها وأعطاهم كل شيء حتى الإيميلات التي أرسلها إلى الجهات فيما يسمى المعارضة أرضى والملفات التي أعطاها وماذا قدم للمخابرات التركية وماذا بل أنه أيضا كشف لهم معلومات عن شبكة أخرى تعمل في هذا الإطار وهذه الشبكة هي شبكة تعمل ضد المؤسسة العسكرية وضد أمنها وربما تمت الإطاحة بها أو ربما ستتم الإطاحة بها في الفطرة القادمة قد نعلم بذلك وقد لا نعلم المهم أن هذا الشخص أعطى معلومات خطيرة خطيرة جدا عن مشروع رهيب تم الزجبه فيه وتم طوريته في هذا الأمر من حيث لا يدري بالنسبة إلى الجنرال توفيق ليس كما يدعون بأنه رأى بأنه تم عودة التوفيق وعودة الجناح التوفيق هذا كل كلام فارغ وكلام قلنا سبق ونتكلمنا عنه بأنه كلام من من البعبع من معارضة لا تريد أن تعيش إلا في ظل بوعبع معين توفيق الآن همه أن يعود إلى بيته ويكمل عمره في بيته فقط هذا الذي يريده هذا الذي يريده ويأمل في أنه عند محاكمته واستئناف الحكم سيصدر عليه على الأقل حكم مخفف يكون بحسب المدة الزمنية التي قضاها في السجن وبذلك يعود إلى بيته وينهي ما تبقى من عمره في بيته لم يعود له أي أمل في أي شيء أما بالنسبة ترطاق فمعلوماتي تقول بأنه وجه رسائل إلى عدة جهات مختصة يريد أن تسمع إليه ويحاول تبرئة نفسه ووجه حتى رسالة أعتقد إلى رئاسة الجمهورية لا أدري عن طريق المحكمة العسكرية لا أدري هل وصلت أم لم تصل المهم أنه وجه عدة رسائل إلى النائب العام في المحكمة العسكرية وإلى المدير القضاء العسكري وإلى عدة أطراف وهناك رسالة وزجهة حتى إلى وزير العدل ويحاول دائما في هذه المراسلات أن يبرئ نفسه وأن يتحدث عن خدماته الكبيرة التي قدمها للدولة الجزائرية على مدار سنوات ويريد فقط العودة إلى بيته هناك نقطة أخرى سألوني عنها كثير في قضية ما يروج عن تعذيب الجنرالات وتم الحديث عن عبد الرحمن عرعار الذي كان قائد للدرك الوطني وقابل ووسين بوعزة وعبد القادر لشخم الذين يروج أنهم يتعرضون إلى التعذيب في مركز عنطر وبعد ذلك وهنا الآن يتحدثون عن عبد القادر لشخم بأنه يعذب في البليدة وما إلى ذلك أقول هالكم بالمختصر المفيد كل هذه أكديم لا يمكن أبدا أنه جنرال أو لا حتى ضابط حتى ضابط مسؤول أو حتى ضابط ضابط بيدرجة سليطنون لا يمكن أن يعذب مهما كان الجرم الذي ارتكبه أقول لكم هذه كلها أكديم هذه تأتي من الأشخاص ماذا هدفهم أولا يحاولون التمهيد إلى أنه التعذيب سعير يقول لك هاو جنرال يتعذب كيف حال الموقفين الآخرين اللي هما يقولوا بأنهم موقفين الحرار إذا كان الجنرال كان يملك المسؤولية هذه النقطة الأولى تمهيد إلى ملفات أخرى تتعلق بتعذيب آخرين أمر آخر يريدون أن يقولوا بأن لديهم معلومات من غرف التعذيب في رأيك أنه جنرال يأخذ ويعدد والمعلومة تصل إلى فلان عايش يقضي في إجازته في جنوب تركيا أو في إسبانيا أو في بريطانيا أو في يقضي في إجازته وجه معلومات تحدث غرف مغلقة يا رجل إذا كان عندك معلومة على تعذيب الجنرال بوعزة يعني ركنت معاه ركنت معاه ما كلام فارغ يريدون منه إظهار أن لديهم معلومات ويريدون أيضا الضغط على السلطات ويريدون أيضا إظهار هم يصوري لكم هؤلاء الجنرال أنهم في جناح يسمونه القيد صالح القيد صالح امتلك قيمة كبيرة لعند الجزائريين يريدون أن يقولوا هما عارضوا القيد صالح وجرموه من قبل لا يمكن يقولوا أنه الآن يقولوا أن القيد صالح رجل فاضل وكذا وكذا وهؤلاء انقلبوا عليه لا هذا مجرم أننا قلنا لكم من قبل أنه مجرم وها هو الدليل أن هؤلاء الجنرالات فاسدين وها هما الجنرالات هذوا فاسدين وكذا 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 هاهم يسجنوا فيهم وفي نفس الوقت حتى لا يقولوا أن هذه السلطة الجديدة تسجل في جنرالات جنرالات فاسدين حتى لا تكون نقطة إن كان صحت هؤلاء المعلومات صحت هذه أن هؤلاء فاسدين بسبب القيد صالح إذا صحت هذه المعلومات ما يريدون أن هذه النقطة تكون في صالح السلطة الجديدة السلطة الجديدة لم ترحم حتى جنرال كان مع القيد صالح لما ثبت عليه الفساد لا حتى لا تكون نقطة جديدة يقولون أنهم يتعرضون للتعذيب حتى يقولوا أنها السلطة تعذب كذا كذا وتنتهك حقوق آمر آخر يحوله إلى صراع أجنح أن هذه عصابة ضد عصابة سابقة تتمثل في عصابة القيد صالح وها هي تتصارع فيما بينها وتصفي حساباتهم وبذلك يضربون المرحلة مرحلة القيد صالح ويضربون المرحلة الحاضرة بهذا الأسلطة الأمور أيها الجزائريون مكشوفة جدا يعني أنا أكتفي بهذا لأني أطلت عليكم هناك الأسئلة كثيرة سأجيب عليها في مداخرة أخرى لكن بالمختصر المغفيد أقول لكم أيها الجزائريون حذاري ثم حذاري أن تحول رأسك إلى نفاية توضع فيها النفاية لا تسلم عقلك لأي كان ليس كل من يجلس ويتحدث لك بالصوت والصورة تصدقه أنا شخصيا جاوبتكم على عدة أسئلة لا تصدقوا كلامي خذوه على محمل المعلومة وخدم عقلك عندي أفضل أنك تخدم عقلك ولا تصدقني مباشرة لا تصدقني مباشرة خذ المعلومات وزيد أستمع إلى كثير من المصادر وخزنها وستأتي إلى أيام التي تثبت لك إما صحيحة أو خاطئة ولكن أنك مباشرة تسلم عقلك لي ستسلم عقلك إلى آخرين وهذا هو الذي يريده دعاة الفوضى لك أنك تصير أنت مخدم تتلقى فقط تتلقى وتصدق وتفعل ما تؤمر به من خلال السيطرة عليك عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر هذه المعلومات لذلك أيها الجزائري الفضاء مفتوح وكل الناس تتحدث وكل الناس تدعي أن لديها معلومات وكل الناس تدعي النزاهة وكل الناس تظهر أنها تريد الخير للجزائريين وبذلك ستتشرد بين معلومات متطاحنة إذا لم تكن أنت تختار المصادرك وتختار المعلومة والتي تراها نافعة والتي تنفع العباد وتنفع البلاد أما دون ذلك فاحذروا أيها الجزائريين فالختام أشكركم أحبة الكرام على صبركم علينا هذه أسئلة أجبنا عليها وإن شاء الله سنجيبكم عن بقية الأسئلة التي وردتنا ألقاكم على خير وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله